مرون معوض مرسي اللي أقول لكم كمان ولكل البنينية نعم أبونا يعني أكيد بالوقت اللي منقول لناس حمد الله عالسلامة بوقت أنه بيكون في غصة أنه في كتير ناس كمانا تقزوا كتير من هيدا الانفجار في ناس توفوا اليوم في أم خسرت ولادة في ولادة تيتموا خسروا أهلهم في طفل راضيع خسر أمه في خي خسر خيه في خسارات بشرية كبيرة وما بتتعود اليوم عنوان حلقتنا هو الرجاء حيص ولا رجاء بوقت نحن هيك شايفين هالدني معتمة وما عم نقدر نشوف هيدا الضوء والبعيد كيف نعطي رجال العالم أولا أنا بشكرك على استضافتك كمان لقلي وأكيد في ناس تضررت بهالانفجار جسدياً في ناس تضررت معنوياً في ناس تضررت لد مثل ما قلت الصورة قدامنا منحسها صورة سودة أكيد هالسوادي اللي نحن موجودين فيه ما فيه أي مخرج بيقدر الإنسان فيه يطلع ويقول أنه أنا حقيقةً هلأ قادر نشوف شيء لأنه يعني وكأنه بلبنان الأشياء توالت ورا بعضها بشكل كتير سريع من الأزمات الأشناهة الاقتصادية الاجتماعية لكورونا لأخيرها هلأ انفجار بيروت يعني انفجار البور ما دال المسيبة ما وقعت علينا صح وهالسورة السودوية نحن أكيد فيه ناس مسؤولين عننا وفي ناس تتأثر لأنه الإنسان المسؤول هو مسؤول عن أرواح الناس يعني أنا اليوم قلت لي أنا كاهن برعيتي أنا كاهن مسؤول عن نفوس الناس اللي قوكي اللي تلقلي والإنسان السياسي والإنسان المسؤول وينما كان يكون بالبور بالمطار بيحي الله مؤسسة هذا مسؤول عن أرواح الناس لأنه هو قبل أن يكون مؤتمن أنه يخلي هالناس تعيش بسلام نعم. فعم نطلع ملايه انه ما في سلام. ما في سلام. صحيح. بس نحنا قدام هسنا السواد كله. ما فينا زيح نحنا السواد. نحنا فيش فينا نعملوا شي. شو نقدر نعمل. اللي فيها نقدر نعمل هو نضوي شمع. هيدا هو الرجا. الرجا هو وقت اللي بتكون مش قاشعين شي قدامنا. لأنه الدني كلها سودا. قاعدني بقودها كلها سودا مش قاشعين شي. نعم. حتى خيالات مش قاشعين. مش عم نقدر نقدر شو شو الأضرار وشو المخاطر اللي هاجم علينا. نجي نحنا منضوي هالشمع. هالشمع الرجا شو بتعمل. بتكشف لي قدامي الأمور. ولو تكشف ليها لألي. ولو لمكان بسيط. قريب جدا. بس تقدر هالشمع الرجا بتقدر تضويل شوية شي ياللي أنا. نصابونا إذا بدنا نشبه هالرجا لهيدا الشمع. ليوم هيدا الشمع عم تنطفي بالآخر. يعني الشمع عندها وقت. وقت معين. وإخر شي بتنطفي. تعرفي أنا أنا شخصيا مش معك بهالفكرة. نعم. لألك لا. وحتى أقول كمان للمشاهدين. لأنه الرجا منه عمل بشري. الرجا هو عمل إلهي. رح أعطي أنا وياك. خلي كمان مع المشاهدين نعمل قراءة صغيرة بالكتاب المقدس. نعم. كيف الرجا يلي هو من عند ربنا. يلي هو ربنا كان يستعمله بحياة الناس. وقت لتكون الحياة سوداء. لتكون الحياة ما في أفق قدامي. أول شي نحنا شو هو الرجا. إذا بدي فكر بالرجا. الرجا منه أنه أنا يعني بآمن بشغلي ممكن تصير أو ما تصير. مش هيدا هو الرجا. نعم. الرجا هو. أنا بآمن بشغلي. أكيد رح تصير. مشين هيك حتى نحنا بنقول وانا ترجى قيامة الموتة. بنؤمن. صحيح. نترجى مش أنه يلا يا شباب. بنحط الرجا أنه صارت صارت. ما صارت. بتكون ما صارت. لا. هيدا منه الرجا. هيدا ممكن يكون موضوع الأمل. أنا بأمل أنه هالشي يتحقق. ممكن إيه. ممكن لا. بس الرجا بمفهومه المسيحي والليهوتي هو أنه حقيقة أكيد رح تتم. يعني آمن وصدق أنه هيدا الشي رح يتم. رح يتم. وقت لبوه لأنه أنت رجى قيامة الموتة. يعني أنا أكيد. أنا أؤمن. أنا أؤمن أنه الموتاية عايشين بالأيام. نعم. بدي أخذ أنا وياك مع المشاهدين كم حدث من الكتاب المقدس. بيفرجونا أنه الرجا منه عمل أرضي. نعم. منه عمل بشري. هو التدخل إليه بالأوقات الصعبة والأوقات السوداء. رح بلش بالعهد القديم. إذا باخد آدم وحوة. نعم. كيف كانوا عايشين بحما الرب. وقت اللي خطيه سودت الصورة قدامهم. صاروا بدون نشحته ونشحته من الجنة. الرب شو بيقلهم قدام هالصورة السودوية إنه انشحته من الجنة. طلعوا لمكان تاني خرجوا من حماية الله. بيقلهم الرب يوعدهم بيقلهم رح يجي المخلص. بدي روح شوية صوب عند إبراهيم. إبراهيم كلنا بنعرف قصته إنه ما كان عنده ولاد. نعم. والرب بيقله أنا بدي من نسلك بده يجي المخلص. وأنا بدي باركك وبارك نسلك. شو بيفكر إبراهيم؟ بيفكر إنه أنا كيف الرب بده يباركني. كيف بده يكون عندي نسل. وأنا ما بجيب ولاد. عمرتي عاقر. صحيح. كيف بده يتم هالشي. بيقوم بيروح. وما هو وصارة بيتفقه. بيجيب ولد من هاجر. اللي هو إسماعيل. بيقله شو بيقله الرب؟ بيقله لا. أنا قلتلك إنه أنا بدي أعطيك ولد. مش أنت بدك تجيب الولد. الرجاء أنا اللي بصنع ومش أنت اللي بتصنع. لأنه بما جي إسماعيل من هاجر. هيدا تصرف بشري. أما الرجاء اللي أنا وعدتك فيه. وأنا اللي بدي أفتح لك الحياة المستقبل. أنا بدي أفتح لك إيها. مش أنت بدك تفتحها. بيقوم الرب بيعطيه ولد من سارة. اللي هو إسحاق. اللي هو الوريف. يلي هو من نسله بده يجي المخلص. إذن نقرأ بالكتاب اللي مقدس كله. كله محل ما كانت النقطة صودة. محل ما نوصل مع موسى خدمتها الموسى. الشعب عايش بعبودية بمصر. شو كان؟ كانوا مستعبدين. بيقله الرب أنا بدي أخرج شعبة من أرض مصر. فأذن الرجاء هو عمل إلهي يتدخل فيه الرب خاصة بالأوقات الصعبة والأوقات إذا بدك المؤلمة. نعم. بس أنا شو مطلوب مني أنا بالرجاء؟ بالرجاء أنا بدي أضل منفتح على الرب لحتى أضلني هالشمعة مسكة بيدي ما أفلتها. الرجاء أبونا هو لأناس معينة مختارين؟ في شيء اسمون مختارين؟ الرجاء هو لكل إنسان يؤمن بالرب. هو إنسان يرجو الرب. هو إنسان متمسك بالرب. هو إنسان يسير بخطة الرب. والرب هو بنور له دربه وبنور له. بس ما فينا نعرف شو هي خطة الرب لكل شخص؟ فينا نعرف نحنا لأقلك كيف فينا نعرف. بلا فينا نعرف خطة الرب. خطة الرب نقدر نعرفها من وراء اللي صنعوا الرب مع أبائنا وجدودنا. كل شي صنعوا الرب من قبل هو أكيد الرب رح يصنعوا اليوم. وأنا بيخد هون مع المشاهدين خاصة هالصورة. شو صنع الرب مع أبائنا؟ الرب خلصهم. الرب بركهم. الرب حماهم. أبائنا وقتلي كانوا عايشين بوقت الاتهاد. وقتلي كانوا عم يتطهدوا. كانوا عم يسبكوا دماؤهم. يمكن ما كانوا قاشعين قدامهم هات السمرة. مين إشعة؟ نحنا إشعناها من بعد ما قطع الوقت. هن كانوا متمسكين. بقوا متمسكين. لأنه عارفين أنه الرب هو مالجعهم. هون بيخلصون. لذلك قدروا تحدوا. قدروا سابروا. وقدروا ناضلوا. ووصلوا لنا إلينا الإيمان. مشان هيك الرجا هو للجميع. من دون استثناء. لألي ولكل واحد. بس بده الإنسان شو يعمل؟ بده يآمن بأنه إلهنا اللي صنعوا مع أبائنا. مع أجدادنا سيصنعوا اليوم معنا. إلهنا ما بيموت حدا. إلهنا ما إنه إله للأموات. لو إنه إله للأموات كنا المسيح لم يقل. عشان هيك حتبوا الماربولوس. لو إلهنا إله أموات. إذا ما قام من بين الأموات. إيماننا باطل. وتبشيرنا باطل. ونكون بعد فيه خطيانة. فإذن الرجا هو إنه الرب محل الموت. الموت مش سببه الرب. الموت هو سببه الإنسان. إهمال الإنسان. فشل الإنسان. أنانية الإنسان. هذا اللي صار أكيد ربنا مش هو ما بيريده ربنا. طبعا. هيدا عمل إنساني. إهمال إنساني. بس أبونا يعني فيه شيء اسمه إنه ربنا هيك مثلا نتخلى عن حدا وشفع بحدة تاني. يعني اليوم موقتها بنسمع هيك أخبار الناس بالإنفجار. بتسمع قصة بتلاقي إنه فيها كتير رجا وأمال. بتلاقي إنه حدا نجي من الموت بأعجوبة بقلب هيدا الإنفجار. وبتلاقي بنفس الوقت فيه شاب إنه نحرم من الحياة. هو بيعزدين حياته وحرم يتأمه منه. كيف بدنا نحن نفسره؟ وبالوقت إنه هيدا مؤمن وهيدا مؤمن. مش عم نقول إنه هيدا مؤمن وهيدا منا نكفره. عم تحكيه أكيد هيدا سؤال ناس كتير بتفكر فيه. صحيح. وما حق تفكر فيه. يعني لأنه البعد إنه أنا شو زم بكنت بها المحل. وإجا الانفجار وتمتت. أو أنا شو زم بأن قطشت إيدي. تشوهت. إنه ليه حدا تاني تلعى إنه هو محظوظ. وما بسمي حاله محظوظ. بيقول إنه الله ستر وربنا حماني والعذرة حميتني. طب إنه معقول العذرة حميتك لقلك. وهولي مش ولاد العذرة كمانا. صح. هيدا النظرة اللي عم تحكيها منال. إذا نحن بنفكر فيها. بنكون عم نعمل الرب إنه هو مخلص أرض بشري فقط. صحيح. يعني أنا بحس إنه الله بيخلصني. وقت اللي أنا قدام شر معيًا بيقوم بيلقطني وبيزيحني. من يبيني. عجنب. إنه تبعطيه بنه هون يخلصني. بس الرب أكبر من هيك. باللي صار بالمرفع. واللي صار شفنا شبح الموت. شفنا الموت موجود. وكل واحد إذا بتسأليه اللي كان عيش بي 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 إذا كان عيش بالجنوب أو كان عيش بالشوف أو ببيروت أو بالبقاع أو بالشمال. كل الناس عاشت نفس الحالة. كل واحد بيقلك أنا بس سمعت الانفجار فكرته حدي. مية بالمية. قد ما كان هالانفجار قوي. صحيح. قد ما كانت فعاليته كتير قوي. قد فكرناه صار عندنا. صح. إلهنا هو إله مخلص إذا بدنا نطلق من هالفكرة. هو خلص كل واحد بالنعم اللي عطايها. يعني الانفجار ضرر الانفجار ياللي صار. رب خلص اللي حصل عندهم اللي ماتوا. ربنا خلصهم من الجهنم. ربنا اطلعهم إلى السماء. هاو شو هده هاو ادي سين. ادي سين ليش ادي سين؟ لأنه هاو دي ماتوا غدر. وما ننسى نحن أنه المسيح ما يتغدر. صحيح. صح يا ملاء. صحيح. ما فينا ننسى هل. يعني هاو موتتهم بتشبه موتة المسيح. صحيح. هاو دي المسيح حملهم ملايكة. وأطهار إلى هيدا هو الرجا. حملهم أطهار إلى الملكوت السماء. خلص شخص تاني من موت تاني. خلص شخص تاني من كل واحد ربنا عطاه نعمة خاصة فيه. لحتى يخلصه لحتى يحقق إرادته فيه. بينما الشر الموجود هو شر مش من صنع الله. هو صنع البشر. الرب تدخل لحتى حما كل واحد. قديش كان قريب. تدخل أبونا. في كتير ناس بتقول وحتى في خط بين الكهنة بيقولوا أنه ربنا ما بيدخل على الأرض. لا انتبه. ما بيدخل أنه هو ما صنع الإنفجار أكيد. نعم. ربنا ما صنع. بس ربنا هو وقت اللي فيه ظلم وشر. ربنا ما بيبقى ساكت. كيف بيدخل ربنا؟ بيدخل مش أنه بيلقط السيف وبيقط شروس. بيدخل أنه ربنا هو إلى جانب المظلوم. نعم. ونحن منعرف مين المظلوم. ربنا إلى جانب الفقير. ربنا إلى جانب الإنسان المظلوم. ما ربنا المسيح وقت اللي أجع على الأرض وقت اللي كان موجود بين الناس. ما هو كانت أول رسالة لأله. حتى وقت اللي دخل على الهيكل ودفع إليه كتاب النبي أشاية. روح الرب علي. مسحني وأرسلني. لهو برنامج الرسولي. لأبشر المساجين. لأطلق الأسرة. لأحرر المساجين. نعم. أيهن هاودي اللي عم يحكي عنه؟ هذا هذا عمل المسيح. فإذا أقول المسيح ما بيدخل كيف يحرر المساجين؟ كيف يحرر؟ بس انتبهي. المسيح بيشتغل بحكمته. ما بيشتغل بحكمة البشر الأرض. وكل واحد منا وينما كان بحي الله مسؤولية سيحاسب. سيدان. كل واحد منا. يعني أكيد في عدالة الله موجودة. وعدالة الرب حاضرة. وأكيد الويل لمن كان السبب بمقتل هالناس. الويل اللي قالهم. حتى المسيح بيقلنا بالإنجيل. ما ما هو. إذا بيخد أنا كلام المسيح بالإنجيل يعني. عم جرب كله طبقوا بالإنجيل. بيقول كنت مريضا فزرتموني. عطشان فسقيتموني. مشاهد؟ طيب أنا هلأ بالعكس. هلأ كنت أنا إنسان متحرر وسجنتوني. كنت إنسان عايش ببيتي وشردتوني. صحيح. كنت إنسان مكتفي عم باكل نائمتي وجوعتوني. الويل ولهم. الويل. مشان هكي. هيدا هو عدالة المسيح يلي سوف تتحقق برجع قبلك. هيدا هو الرجا. أنا آمن وبترجع أنه عدالة المسيح ستتحقق. هيدا اللي نطرينه العالم اليوم. يعني اليوم بتلاقي الناس بيقولوا إنه خلص أنا خسرت أغلى ما عندي. ما بق عندي شي يخسروا. شو بدي؟ يعني في ناس بتلاقيهم بيحكوا هيك. هن طبعا بتحكي معهم بتلاقي عندهم بعد إيمان بيقولوا إنه بيتلبوا منهم إن يقولوا كلمة للي سبب الإنفجار. بيقولوا شو بدي منه؟ الله يسامحوا أنا الغالي عندي راح بكرة في عدالة ربنا هي بتحقق. بتلاقي في ناس عندها الإيمان إنها تحكي هيدا الحكاة. هيدا هو هيدا هي الشمعة اللي عم نحكي عنا اللي ما بتنطفي. هاي الشمعة اللي ما بتنطفي. ولا ولا قوة تقدر تطفي هالشمعة. ولا قوة. ولا إذا بدك شر بيقدر يطفي الشمعة. لأنه أبواب الجحيم لن تقوى على المسيح. وكلنا بنعرف على الكنيسة وعلى الإيمان. لأنه المسيح وطئ الموت بالموت وحطم أبواب الجحيم وعطى الحياة. ونحن أكيدين إنه الرب أعطى برجع بإليك هاو الشهداء اللي ماتوا والأشخاص اللي ماتوا الحرق قلب أهلهم عليهم. ومحروقين ما في حدا بيبلسم جراحهم إلا الرب. يلي هن أكيدين اليوم ونحن أكيدين بالصلاوات يلي صليناها كمان بالعمل يلي كانوا عم يعملوه. مثلا الأشخاص يلي ماتوا كانوا عم يطفوا. نزلوا يطفوا الحريقة اللي كانت هي واجباته. نعم يعلموه واجباته. هوني صار فيه غدر. هوني أهلهم بتلاقيهم عم بيقولوا إنه ما ابني طب أنا لو مات هو وعم بيطفي حدا يساعد حدا. أنا كنت بحس بي أنه أوكي أنه ابني مات ضحى بحاله كلمة الحدا. بس ابني مات غدر. غدر فيه. تشبه بالمسيح. حتى ما طفى شي. يعني ما كان قادر يطفي شي. ما انه شو بدي يطفي إن بليه. المسيح مات غدر من أحد تلميذه كمين. نعم. من أحد تلميذه. يعني الرجل اليوم أنه نشبه موتهم لموت المسيح. موت المسيح. وأنا بقلي بكل صراحة يعني بناخد لألنا كمان شفيعة أمنا مريم. نعم. دايما ومبارحها من يومين عياد نالة عياد انتقالة بالنفس والجسد للسماء. أمنا مريم هي يلي إذا بدك اللي كانت عم تترجى حقيقة عمل الله بحياتها يوم بعد يوم. صحيح. مريم يلي بلشت مسيرتها بالنعم. نعم. بلشت مسيرتها بالنعم. مريم. نعم. يلي بلشت مسيرتها. كملت مسيرتها مع المسيح بدخول بهيكل أورشاني. وعندما كان المسيح ضيعه بالهيكل. أوليك فهمي تكانت تفهم كل شي بأن الجيل وكانت تحفظ تلك الأمور في قلبها وتتأمل بها في قلبها. صحيح. تتأمل بها في قلبها. مريم شافت ابنة عم بيموت عند أخضام الصليب. أكيد ما فهمي ضغري مش ضغري استوعبت ما وقفته وقفة مريم كانت متألمة متوجعة مش هيك سيف جاز بقلبه وهذا اللي قال لي يا سمعان الشيخ صوف جوز سيف في قلبي لأنه بديك تشوفيه قدامك عم يتعزب يتقلم ولكن وين أخذت الرجا وقتلي شايفت ابنه قائم من بين الأموال فإذا نظرتنا لفوق هيدا هو الرجا الرجا بيطلعني من النظرة بالسواد بيطلعني من نظرة التكسير والحطام والتخريب والإزاز بده تطلعني بدي يطلع عينيه لفوق يطلع لفوق ولأنه فوق بيقدر شوفه قدي أبونا هيدا الحدث هيك بيسبب خلاص نفوس للبشر يعني اليوم قدي نحنا بنبقى معلقين بالأمور بالأشياء حتى بالأشخاص يعني اليوم الأم تعلق بابنه وحبه الكبير اللي قاله قدي أوقات هو بيكون حاجز قديم أنه نحنا نفهم أنه أبعاد الأمور وأنه الحياة فانية بالآخر يعني حتى ما فينا أتعلق ببشر ولا حتى بابنه صح لكن بشريا بشريا ما كتير نستوعبها يعني ما بدنا نكون كتير نظريين نحكي كتير نظريين نعم كلنا وقت اللي بكون عندنا قبلنا ما نكون شايفين الدنيا فيه صحيح هو كل شيء صحيح يعني هو ما تنسي كمان الولد هو مرتبط بالمستقبل نعم يعني أنا بربي ابني لحتى شوفه بالمستقبل كبير ورفع راسي فيه حتى اليوم بتشوفي إذا أنا أكتر شيء بشوفها بالرعية صحيح إذا بدي مثلا بدي تجي مرأة تعرفني عن حالة بتقولي أنا ابن أنا أم الدكتور اي بي بالميدي أنا ابن الطبيب أنا ابن المحامي صحيح لأنه بشوفوا حالهم بولادهم طبيعي هيدا شي طبيعي لأنه الولد هو اللي بيرفع راس أهله كتير نحي بينما إذا قلت أنا اليوم أنا أم الشهيد أنا أم القديس اللي طلع على الصلاة قداش هيدي إلى معنى قوي أنا أم يلي انغدر واليوم يحوي موجود مع ربنا وهو عم بيصليلي من فوق حلو شفت كيف يعني إذا بياخد هالرابط هيدا هو الرجع هيدا هو الضواي برجع بليك ما بدي يكون كتير نظري لأنه نظريات بهالمحل ما بتفيد ما بتفيد جواب الإيمان هو يلي بيفيد جواب الإيمان وأنا وبأكد وبقول وأنا مؤمن جدا والمسيح قال كذا محل أنه عدالة السماء موجودة عدالة السماء عدالة الأرض بيخضها للحظات لأيام لسنين أما عدالة السماء أبدي رح نختم أبونا مع هيدا الفكرة على أمل كل شخص تأذى وهيك فقط حدا أنه يليقي رسالة رجع بكلمك شكرا كتير على وجودك معنا أبونا بهذه الحلقة أهلا وسهلا فيك مشاهدينا أبريكم نشاء موسيقى اشتركوا في القناة شكرا